مساء الخير هل الفيركس سيقضي على هيمنة الدولار حقيقة هو موضوع يعني سياسي شوية بس هو سياسي اقتصادي هو مرتبط بكل الاحداث اللي تحصل في المنطقة وموضوع مهم جدا حبيت ان انا تكلم معاكو فيه وحاول انا سهلوا عليكو يعني يوم الخميس اللي فات انعقدت قمة بيركس دي انعقدت في قزان الروسية في روسيا دي عبارة عن تكتل اقتصادي كبير لمجموعة من الدول لا يستهان بيها بتشكل المفترض انها قوة اقتصادية كبيرة بتوازي او بتنافس الهيمنة الاقتصادية الامريكية الاوروبية التجمع بيركس ده نشأ سنة 2006 وانضمت ليه جنوب افريقيا سنة 2011 هو عبارة عن الحروف الاولى للدول اللي اسست البيركس الاول اللي هي البرازيل روسيا الهند والصين وبعد كده نضمت لهم جنوب افريقيا والسنة اللي فاتت 2023 و2024 انضمت بقى مصر واسيوبيا وايران والامارات والسعودية السعودية تحديدا هنسيبها في الاخر نتكلم عنها بشكل منفصل لان السعودية اعلنت او قالت انها مازالت بتدرس موقفها من بيركس وحتى ولي العهد ما حضرش قمة بيركس لكن حضر وزير الخارجية السعودي ايه بقى قمة بيركس وايه اللغة اللي حواليها وايه الموضوع بس عشان نكون فاهمين هو روسيا هي المتصدرة المشهد في الموضوع ده الحقيقة رئيس وزراء روسيا فلادمير بوتن بشكل كده بشكل او باخر هزم امريكا واوروبا هزيمة استراتيجية في حرب اوكرانيا ازاي هو قبل ما ياخد قرار الحرب بتاع اوكرانيا كان واقف على ارض صلبة كان قوة اقتصادية كبيرة ما تأثرش بالحرب ما حصلتش خسائر اقتصادية عنده لانه هو يعتبر تعتبر روسيا من اغنى الدول في العالم الغنية بالموارد الطبيعية النفط الغاز الدهب ده غير الاراضي الخصبة الصالحة للزراعة مساحتها 17 مليون كيلو متر يعني دولة كبيرة لا يستهام بيها ده غير كمان بقى قوتها والرعب اللي مهددها لامريكا واوروبا هي امتلاكها للسلاح النووي عشان كده هي تعتبر عدو كبير قوي لامريكا وللغرب عموما تصريحات بوتن كمان تصريحاته قوية جدا بتستفز الامريكان لانه اعلن ان العالم بيحتاج لقطب اخر مش معقول هتفضل الهيمنة الامريكية والهيمنة الاوروبية مسيطرة على المنطقة يعني مش معقول الدمار والخراب اللي بيحصل في منطقة شرق الاوسط مش معقول اللي بيحصل في غزة وفي فلسطين وفي الدول دي يعني بسبب الهيمنة الامريكية والاوروبية والدعم الدائم لامريكا من امريكا لإسرائيل ده لازم ينتهي هو تصريحات بوتن بيقولك ان لازم يكون فيه قوة موازية للهيمنة الامريكية مش معقولة تكون هي لمسيطرة بالشكل ده خاصة انها عملت مشاكل كتير في المنطقة بسبب هيمنتها يعني زرعت قواعد تبع عليها زي القعدة وداعش المنظمات الإسلامية اللي هي أساسها هي اللي زرعتها في المنطقة انتشرت في سوريا وفي العراق وفي سينة ولو القواعد دي لها يعني ملهاش هي دخل بامريكا فين موقفها من اللي بيحصل في غزة فين موقفها ما بسمعناش عنهم حاجة ليه ليه ملهمش وجود قوي أو ملهمش وجود أساسا في اللي بيحصل في المنطقة مختفيين تماما فدليل أن أمريكا زرعتهم وخلصت مهمتها وخلاص انتهوا على كده فدي من ضمن الحاجات السيئة بسبب هيمنت أمريكا على العالم كمان بوتين قال لا مش معقولة كمان هيمنت الدولار بالشكل ده على العالم يعني لازم يكون في حد للموضوع ده وقال لازم يكون فيه توازن عالمي في العلاقات الدولية عشان كده كان الهدف من اجتماع بيركس الحالي اللي عقد في روسيا وده الحقيقة اجتماع مهم جدا 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 أنهم يحطوا آلية للمبادلات التجارية بين الدول بعيدة عن النظام المالي الأمريكي وبعيدة عن الدولار باستخدام العملات المحلية يعني هيستخدموا العملات المحلية طبعا كلنا شفنا المشهد بتاع بوتين وهو رافع العملة الجديدة بتاعت بيركس هي عملة لسه محتملة لسه يعني مستقبلية لسه ما تمش طبعا الاتفاق عليها لكن هو رافع العملة ديت في وجه العالم علشان يقول أن الدولار مش هيفضل مهيمن على العالم وأنه هيتكون فيه قوة تانية موازية ليه هي اللي هتكون ماشية معاه بالتوازي ده طبعا كانوع من التحدي للهيمانة الأمريكية طبعا كل الحاجات دي بتستفز أمريكا وده بيأكد أن قمة بيركس دي حصل فيها انتصار كبير جدا لبوتين أولا اجتماع 36 دولة ممثلين ما بين رؤساء دول ممثلين حكومات وزراء خارجية بالإضافة لست منظمات دولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة كمان أمين عام من منظمة الأمم المتحدة ألقى كلمة في الاجتماع وده يعتبر انتصار كبير قوي لبوتين طبعا زي ما قلت لأن الغرب من بداية حرب أوكرانيا كانوا عايزين يعملوا عزل لبوتين بشكل كبير قوي لكن هما ما قدروش ينجحوا في ده لأن بوتين زي ما قلت هو عنده هو اعتبر قوة أو روسيا تعتبر قوة اقتصادية كبيرة ما حصلهاش أزمات اقتصادية ولا تأثرت بالحرب الأوكرانية بالعكس لأنها كانت واقفة على أرض صلبة زي ما قلنا ودي من الحاجات اللي خلت أمريكا تكون مستقاة جدا ومتحفزة وفي قلق كمان بوتين في خمة بيركس تتكلم عن قضايا دولية مهمة جدا زي قضية روسيا وأوكرانيا زي القضية الفلسطينية واللي بيحصل في غزة واعتداء الكيان الإسرائيلي على غزة زي مسندة أمريكا لإسرائيل في وجه غزة وفي وجه الضعفاء والأبرياء والنساء والأطفال اتكلم في الحاجات دي اتكلم عن قضايا فرض السلام اتكلم في قضايا مهمة جدا وجريئة جدا يعني خلت الموضوع يبقى في الجد لما نيجي نرجع تاني بقى للعملة التجمع بيركس عايز أن هو يعملها زي ما كده ما الاتحاد الأوروبي عامل عملة اليورو أمريكا عاملة طبعا أمريكا معروفة ولاياتها كتير 52 ولاية أمريكية دي عملتها الدولار وطبعا دي عملة كبيرة لا يستهام بيها فالبيركس ليه ما تعملش هي كمان عملة؟ ليه ما تكونش زيهم؟ خاصة أن بيركس بتشكل 45% من سكان العالم وحوالي 33% من إجمال الناتج الإجمال العالمي ودخلين على 35% من ساحة الكوكب ولسه في دول تانية كمان عايزة تضم لبيركس أكتر من 40 دولة منتظرة انضمامها لعضوية بيركس طيب خلينا كده نسترجع اللي حصل قبل كده بالنسبة للعملات العملات اللي بتنافس الدولار طبعا عارفين المنطقة اللي كانت أكتر تأهيل إنها تعمل عملة تنافس الدولار هي دول الخليجي العرب الستة خاصة أن الدول دي عندها تقارف في المستوى الاقتصادي تقارف في مستويات المعيشة الظروف الاقتصادية متشابهة جدا فكان عندها كانت مؤهلة بشكل كبير إنها تنجح في عمل عملة خليجية موحدة تنافس الدولار اللي حصل بها إن الموضوع نام ما حصلش أي حاجة حصل تكتم كبير قوي من صندوق النقد الدولي ابتدت الأعضاء تنسحب ابتدت يعني الموضوع مات ما تمش وده طبعا طبعا بسبب إن أمريكا مش عايزة أي عملة تنافس الدولار الأمريكي طيب إيه اللي بيخلي يحصل عوائق أو تحديات بتواجه العملة الجديدة اللي ممكن تنافس الدولار هي بيركس عملة بيركس إيه الحاجات اللي ممكن تواجهها والتحديات اللي ممكن تقف أساطها أولا الدول الأعضاء في بيركس ما هم ماش على قدر كبير من التساوي سواء اقتصاديا اجتماعيا ماليا نقديا فيه اختلاف كبير قوي فيه تفاوت كبير قوي بينهم وده الحقيقة يعني بيخلي عملية التبادل التجاري بينهم هتكون صعبة فدي من ضمن المعاوقات اللي بتعيق ان احنا ممكن نعمل عملة ان ممكن الدول دي انها تعمل عملة موحدة تنافس الدولار الأمريكي كمان احنا قلنا الصين الهند دولتين كبار من ضمن أعضاء البركس الدولتين دول بينهم تحدي كبير قوي بينهم منافسة كبير قوي ما فيش تناغم بينهم خاصة ان فيه صراعات حدودية بين الصين والهند الصين مسيطرة اقتصاديا بشكل كبير قوي شايف انها يعني المرحلة الجاية دي هي المرحلة بتاعتها الهند من ناحية التانية فيه حدية وفيه تنافس فيه صراعات ما بينهم الصراعات دي ممكن تعمل عوائق فيه نجاح تجمع باركس كمان الخلافات اللي بين ايران والامارات على الجزر المتنازع عليها كمان العلاقات المتوترة بين مصر والسيوبيا بسبب صد النهضة كل الحاجات دي المشاكل اللي بين الصنة والشيعة حاجات كتير اول ممكن تؤدي لعرقالة نجاح التجمع باركس او عمل عملة موحدة او انها تبقى قوة اقتصادية توازي الهيمنة الامريكية الاقتصادية في العالم عشان كده لازم الدول دي تتكاتف يشوفوا حل للأوضاع اللي بينهم للخلافات اللي بينهم يعملوا تقارب اقتصادي انا معرفش زي انا مش خبيرة اقتصادية بس اكيد هيبقى في حل علشان الدول دي تبقى متنغمة مع بعض متقربة مع بعض زيها زي دول الاتحاد الاوروبي ما حصل بينهم تقارب في مستويات المعيشة متساوية المستوى الاقتصادي متساوي عشان كده هي قوة كبيرة اوي فاحنا محتاجين دا يحصل فيه تجمع بيركس طب احنا انا سألت سؤال في الاول قلت ليه المملكة العربية السعودية يعني مترددة اوي من ناحية دخول او انضمامها لتجمع بيركس حقيقة انا سمعت اسباب كتير سمعت اسباب كتير بيخلي السعودية تتردد السبب السياسي وسبب تاني هو اقتصادي السبب السياسي ان تردد او فيه مزاعم بتقول ان ترامب هو اللي حيفوز به الانتخابات الرئاسية وكلنا عارفين ان توجه ترامب مختلف عنده حدية في التعامل عنده نوع من العنف في ردود الافعال في تعاملاته وكان حذر اكتر من المرة انه هيعاقب الدول اللي بتاخد اجراءات انها تتخلى عن الدولار وتتخذ عملة تانية فاعتقد ان امريكا يعني فيه بينها وبين السعودية او مش عايزة السعودية مش عايزة يحصل احتدام مش عايزة يحصل صراع مش عايزة يحصل تحدي بينها وبين امريكا سياسيا في الفترة دي ففيه شوية تردد بخصوص الموضوع ده خاصة ان لسه الانتخابات الامريكية ما يعني ما حسمتش الموقف بين المرشحين السبب التاني بقى هو سبب اقتصادي لان اغلب الاستثمارات والمعاملات الخليجية كلها بتتم بين الاتحاد الاوروبي وامريكا وبين الدول الخليجة يعني الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول للمملكة العربية السعودية يعني حجم الاستثمارات الاوروبية السعودية ضخم جدا يعني هنقول في اكتر من 20 الف عامل وخبير ومهندس مهندسين اوروبيين في السعودية اكتر من 1300 شركة اوروبية في السعودية الاستثمارات السعودية في اوروبا في سنة واحدة حوالي اكتر من 170 مليار دولار بنبالك بقى بحجم الاستثمار التراكمي اللي حيوصل ليه التريليونات من في الدول الاتحاد الاوروبي وطبعا كمان بالنسبة لامريكا هتعتبر اكبر اربع شركاء تجاريين للسعودية وحجم الاستثمارات السعودية برضو في الولايات المتحدة الامريكية كبير جدا فعشان كده السعودية مترددة في انضمونها لقمة لتجمع بيركس وعلى فكرة السعودية دولة لا يستهم بيها لانها دولة قوية اقتصاديا زيها زي كل دول الخليج الدول قوية اقتصاديا تجمعهم وتكتلهم في في كيان اقتصادي واحد هاكيد هيعزز اوي من او هيقلل من الهيمنة الامريكية المسيطرة على العالم على العالم سواء سياسيا او اقتصاديا خليني انا معرفش الموضوع ده هيبقى تقيل عليكم ولا لا بس انا حبيت بس اتكلم في النقطة دي ووضحها لكم فمش عارفة هل انا كده دخلت في حتة يعني مش من اهتماماتكم ولا لا مسائل خير يا فندم مسائل نوري احمد للاسف لن نشعر بها الا بعد مدة طويلة مواقف موحدة جادة قوية اه مش هتشعر ب نتائج تجمع باركس طبعا مش دلوقتي خالص لازم بعد فترة طويلة زي ما انا قلت يوحده الصفوف الاول يبقى في يعني يحل الخلافات والنزاعات اللي موجودة من الدول الاعضاء كمان بيقول احمد اهم اسباب هي ان هناك اكثر من 850 مليال درار في امريكا تخص البلاط الملك السعودي ده جزئية مهمة جدا انت عايز تقول ان ان السعودية زي ما انا قلت متخوفة بسبب التعاملات الاقتصادية الكبيرة وحجم الاستثمارات بينها وبين الاتحاد الاوروبي وبينها وبين امريكا فدي جزئية مهمة جدا طبعا كل حاجة لازم تحسب بشكل صح لازم تدرس كل حاجات دي هتاخد وقت طويل علشان نحس بنتائجها لكن احنا بنتمنى ان فعلا العملات المحلية لبدول اللي بقت في الحديد يعني احنا عندنا الجنيه المصري بقى نزل في الارض يعني مالوش اي قيمة احنا عايزين قيمة الجنيه المصري ترجع تاني قيمة العملات المحلية ترجع تاني لان فيه سيطرة وهيمنة كبيرة قوي من الدولار الامريكي في العالم وبالتالي قلل من قيمة العملات المحلية للدول ما عرفش انا مش حاسة ان فيه تفاعل قوي لكن ممكن يكون الموضوع صعب او انا الكومنتات مش ظهرة عندي بشكل كافي احاول ان انا اشوف كده تمام ممكن هي دي بس الكومنتات اللي ظهروا لي مش عارفة يمكن حد تاني بعد بس انا مش شايفة لكن تمام انا حبيت بس ان انا اوضح النقطة دي لكم الخاصة بتجمع بيريكس الامور الاقتصادية دي احيانا بتبقى صعبة شوية منقشتها او صعب بفهمها او صعب توصل اوي لجمهور او مهم تجمع اقتصادي كبير اوي مهم وحينفع الدول في منطقة الشرق الاوسط في المستقبل ان شاء الله حينفعهم اقتصاديا حيبقى فيه توازن كده بين القوة حيبقى فيه اقطاب مشى في اتجاه واحد مش هيبقى قطب واحد بس هو اللي مهيمن على المنطقة حتبقى فيه يعني خطوط قوة موازية مشى في اتجاه امريكا برضو دعمها للكيان الاسرائيلي ده يعني حيقل لو فيه قوة تانية وقفة لها بتحدي يعني انا بشكركم مش هطول عليكم بقى اكتر من كده الموضوع ده سم انا عارفة وتقيل شوية فخير ان شاء الله شكرا